من أرض طيبة ومن أرض الشمس ومن مدينة الشمس يسعدنا أن يكون معنا في هذه الأسناء المهندس سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة استداد والعضو المتدب سيف برحب بحضراتك على شاشة قناة الناد الأهلي في ركن جديد يضاف لأركان مش أقول الناد الأهلي لأركان الرياضة المصرية وهو فرع الناد الأهلي بطيبة وفرع الناد الأهلي بالأكسر سهلا وسهلا بحضراتك الحمد لله النهاردة ده كان تكمل لي مشاريع المجموعة الاقتصادية وخاص بي المجموعة وخاص بي مشاريع أخرى خاصة بشركة استداد سيف بخلال كلام حضرتك الكلمة اللي حضرتك قلقتها ربط ما بين الخطوط اللي بيتسير عليها الدولة المصرية والدعم اللي محدود من فخامة الرئيس العبد الفتاح السيسي وأن الناد الأهلي أو شركة استداد بتسير على نفس النهج بتقدم المنتج في أقل وقت ممكن وبجودة ممكن بالزبط كده إحنا عندنا هدف أن نتوسع في جميع محافظات مصر عشان نقدم منتج جيد يليق بأهل المحافظات دي وإن شاء الله حنفضل مكملين لغاية لما هيكون عندنا فروع لأندية كتير جدا خاصة بيه النادي الأهلي وبيه أندية أخرى إن شاء الله علشان نوصل لكل مستخدمي مصر إن شاء الله بإذن الله حضراتك أصدت أنك ما تتكلمش على الأندية أنها ودورها الرياضي تكلم على الدور المجتمعي والدور الوطني وإن النادي الأهلي يشوق مصر أنه يوصل لأقصى الصعيد أعتقد رسالة مهمة آه طبعاً هو الأندية ما هيش أندية رياضية فقط يعني الدور الثخافي والدور الاجتماعي الخاص بالأندية هو ده الأساس والنهارده إن إحنا عشان نركز مع النشأ ونركز مع الشباب لازم بنخش على يعني بنتكلم في الرياضة وبنتكلم في تسخيف المجتمع عشان حتى نزود الوعي الرياضي عند المجتمع نقطة مهمة بقى يعني أنا عارف مش عايزين نطول على حضرتك أحد النقاط المهمة وكلمنا على دور الدولة المصرية أيضاً الوقت القليل يعني مع تولى حضرتك رئاسة شركة السادات وتم تجهيز بهذا الصورة اللي إحنا كلنا شايفنا أعتقد وراك أو معاك فريق عمل مهم جداً من غير فريق العمل بصراحة ما كناش هنشوف الحدث الكبير ده النهارده أنا بحب أشكرهم وبشكر كل واحد ساند في الحدث ده وإن شاء الله بإذن الله لمشاريع أخرى كتير بإذن الله ماذا أنتظر النادي الأهلي وماذا تنتظر الرياضة المصرية من شركة السادات؟ لا إن شاء الله أنتظر الكثير إحنا نشغالين على خطة لـ 20-25 بتغطي الرياضة المصرية كلها مش بس النادي الأهلي وإن شاء الله بإذن الله حيتم الإعلان عنها قريب نشكر حضرتك ومنالك التوفيق وكل التوفيق وكل أفرد المنظومات ده شكر جداً لحضرتك وللنديوف شكراً